ومتابعين أكيد بصباحنا غير ويمكن مثل ما شايفين الضجة والتحضيرات ليوم الثقافة تحت شعار لوعي الحياة في دار الأسد لثقافة والفنون اليوم رح يتم الافتتاح وأيضا خلينا نروح سوا مع بعض ونشوف افتتاح معرض هيئة الكتاب بدار الأسد لثقافة والفنون وكيف عم يتم التحضير لهيدا المعرض مع زميلتنا سلمة عودي يلي رح ترصد لنا الأجواء صباح الخير يا سلمة يسعد صباحك ليا صباح الخير إليك وصباح الخير لأريج وعلى كل مشاهدي الأخبارية السورية مثل ما قالتين نحن اليوم موجودين لنرصد معكم من قلب دار الأسد للثقافة والفنون تحضيرات انطلاق يوم الثقافة يلي بيحمل شعار يوم الثقافة يوم لوعي الحياة واللي هو برعاية المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوذراء يوميا وكل سنة يكون هذا اليوم هو اليوم الاحتفالي لوزارة الثقافة خلفي تحديدا يتم الآن تجهيز معرض الكتاب المشاركة فيها الهيئة السورية للكتاب رح كون معكم بجولة صغيرة لرصد بعض التحضيرات لهذا المعرض صباح الخير يعطيكون العافية صباح الخير صباح الخير دكتور سائر نعرف انه حضرتك هلأ عم بتحضروا للمعرض ومن ضمن فعاليات يوم الثقافة بس ناخذ منه الكون دقيقة وكيف تحديدا اي على عيني طبعا انا وزملائي في الهيئة العام الكتاب مديرة المعارض ايضا وزملائنا في مدرية المعارض نحضر الآن للاحتفالية التي ستفتتح تمام السادسة مساء برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور طبعا نخبة من الوزراء كما ترون نحن نعرض كتبنا في مختلف وجوه المعرفة يعني من يدخل هذا المعرض يبدأ مع احياء التراث العربي مجلة المعرفة ادب روايات فن سابع السلاسل للاطفال كتب الاطفال في مجال السياسة في مجال لنقل المسرح الخيال العلمي اذا سنجد في هذا المعرض مختلف وجوه المعرفة التي يعني ينبغي ان تقدمها وزارة الثقافة للقارئ الكريم دكتور ثائر يعني متل ما نحن شايفين متل ما قلت فيه كتير موجود اقصام اليوم انتم شاركين فيها ويمكن لطفل في حصة كبيرة ومثل ما عوتونا لأمتى مستمر المعرض طبعا سيستمر خلال ايام الاحتفالية كمعرض لكن نحن في هذا المكان لنا نافذة بيع مستمرة يعني دائما من يدخل الى دار الاوبرا سيدخل الى معرض الكتاب ويستطيع ان يقتني الكتاب الذي يراه مناسبا طبعا بالاضافة الى هذا المعرض نحن لدينا يوم الاحد معرض اضخم يعني بحكم المكان في مكتبة الاسد الوطنية سنشترك مع المكتبة المكتبة ستقدم مجموعة من المخطوطات النادرة والكتب النادرة ونحن سنعرض كتبنا طبعا نحن احببنا هنا ان نعرض حوالي 1200 عنوان لكن المكان كما ترون لم يتسع الا لنحو 1000 عنوان شكرا كتير لك اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا يعطيكم العافية ما نعطي لكم اكتر يعني مثل ما طابعتي معي ليا واريج اليوم كانت التحضيرات حيكون الحفل تمام الساعة السادسة وايضا غدا من ضمن برنامج الحفل حفل فني للفنانة ميادة بسيليس والموسيقر سمير كوافاتي هيك كانت الاجواء اليوم واكيد عودة اليكم شكرا كتير لك سلمة واكيد الله يعطيهم العافية للشباب يلي عم يحضروا للمعرض بيوم الثقافة اكيد 23 داعش هو اليوم يلي رح يكون كتير مميز بفعالياته واكيد بوجود الاشخاص يلي جدير يمكن تكريمون بمثل هاليوم يلي بمثل قامة سورية شكرا